يعني الفنان الكبير أستاذ علي الحجار يعني أنا على مدار حياتك الفنية وتتبعها بحس دايماً أنك فنان لا تتنازل عن الجودة لا تتنازل عن كل ما هو جميل يعني كيف استطعت على مدار حياتك الفنية وإنت بدأها وإنت تقريباً طفل يعني أنه فعلاً ما حسناش في يوم الأيام أنك تعمل شيء ما فيه تنازل أنا غصب عني تورط في أني ما عملش أقل من اللي بليغ حمدي علمهولي وصلاح جهين والأبنودي وسيد حجاب وعمار الشريعي ويعني أسماء كبرى أسماء كبيرة يعني لما أتعامل مع موسيقار محمد الموجي والموسيقار بليغ حمدي والموسيقار كمال الطويل يعني الناس دي والموسيقار حلمي بكر يعني كل الناس دي لقيت نفسي مش هينفع أن أنا أقل عن المستوى ده لكن ما بروحش للريجة وخلاص اللي هي دلوقتي منتشرة أنا بروح كمان اللي ليه علي أما هنا ممكن أغني الأغاني اللي هي بتتغنى دلوقتي دي سهلة قوي بس يعني هل هتليه علي ولا لأ لأ مؤكد لأ مؤكد لأ ومشده فعلا اللي ممكن ننتظره منك على الإطلاق بالضبط الناس هتسبق منك إيه يعني الناس عارفين دكتورة درية شرف الدين ساعة ما تيجي هتعمل برنامج إيه هو البرنامج ده اللي ممكن تقدمه وأقل من كده مش هيقبله لأ شكرا طبعا يعني على سبيل المثال مثلا ما غنيتش أنت أبدا شعبي وقلت إنه مش لوني يعني مش ضد الشعبي لكن أنا يعني لقيت أنك لا تجيده والله بعرف لما ببقى أنا وصحابي كده في قاعدة لوحدنا من غير تليميزيون ولا حاجة بعرف أغني شعبي طبعا لأنه هي طريقة طريقة في نقطة الحروف طريقة في اختيار المناطق الصوتية في مد حروف ما تتمدش في قصر حروف طب ليه مع أصحابك بس؟ لأنه لو أنا غنيته على الملأ يعني أو للناس أنا عارف أن أنا مش هتقبل مش هيقبلوه مني لكن ممكن عمله جوه دراما يعني في مسلسل أبو العيلة البشري في مشهد المفروض الأستاذ أسامة نور عكاشة والمخرج أستاذ محمد فاضل قصدين أن هم يقولوا أنه زوء الناس حيتغير طالع المفروض ومعي أبو العيلة البشري الأستاذ محمود مرسي جاي معي يونسني وأنا بقدم نفسي لأول مرة في المكان ده وبغني أغنية محترمة جدا رومانسية حلوة فالناس ما بتقبلهاش وبيحدفوني بالطماطم وبالأكل وبتدخل الرقاصة ورئيس الفرقة يقولوا يا هتودينا في دهية ويدخلوا بأغنية بتقولي الهقق المؤق الزلمق لو قلت أي وحقول لا ترجمة نانسي قنقر